مرحبا بكم. اليوم سنعمل ميونيز نباتي بدون زيوت بدون بير. تلات نكهات مختلفة. يلا على الوسط. الكاجو. الكمية هي اختيارة. نوضع ماء من الصنبور ونتظر لمدة ساعة. بعد ساعة نتخلص من الماء. نوضع الكاجو بالخلاط. لكل كوب من الكاجو هو 135 جرام كاجو. نضيف نص معلقة صغيرة ملح. نضيف خل اثنين معلقة كبيرة او عصير ليمون. نضيف فلفل اصمر ربع معلقة صغيرة. وبنضيف سون بودرة نص معلقة صغيرة. وبنضحن المكونات. نضيف الماء تدريجي الهدف من الماء حتى تساعد الخلاط على الطحن. كل مكان الماء قليل. كل مكان اكثر سماكة. لكل كوب من الكاجو 135 جرام كاجو. نضيف نص كوب ماء. هيك يعني يكون تقريبا ممتاز. انا حصنع ثلاث حصاص لثلاث نكهات. من الممكن وضع السوم الطازجة بدال المصحوق. يجب ان يكون مطحون جيد. ساوضع جميع المكونات على الشاشة اذا كنتم بحاجة الى التقاط صورة للشاشة. هذا الميونيز المنكة السادة. هذا هو السادة. وهذا بالفلفل الحار. شايفين كيف هو روعة. اذا كنتم مهتمين بهيك وصفات اكتبوا اللي يتحد في التعليقات. انشان اعرف اذا انتم مهتمين فيك وصفات. هذا بالبقدونس. يعني وضع كمية بقدونس هي اختياري يعني تقريبا يعني كبشة يد. ممكن وضع مزيد من النكهات يعني اختياري يعني ممكن نعمل كثير نكهات. التخزين بالتلاجة بصبح سميك اكتر متماسك اكتر بكون بعد ما اضع بالتلاجة بكون متماسك اكتر. ولكن اكتر شي انا عجبني نكهة البقدونس. يعني كلهم روعة. التلاتة. ولكن البقدونس هو اكتر شي اعجبني. هادي هي المكونات. اتمنى انه انتم تجربوه كثير هو روعة ومميز. اتمنى تكتبو لي رأيكم بتاعي في التعليقات لانه رأيكم كثير بهمي. الناس الموجودة عندي على الصفحة على الفيسبوك اتمنى انه يشتركوا عندي بالقناة على يوتيوب اسم القناة شيف نائل. من شان يوصلكم كل جديد. في امان الله. اشتركوا في القناة